والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ربنا في بداية الصورة قالوا والعصر ربنا حلف بالعصر بعض المفسرين قالوا العصر هو الدهر والبعض الثاني قالوا صلاة العصر ربنا بيحلف بالعصر يحلف بالشمس والشمس وضوحاها والقمر إذا تلاها ربنا بيحلف يعني بالمخلوقات لكن أن إحنا كعبات ما يجوز لينا إلا نحلف بالله أن الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما قال لك أخونا بدراوة الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان حلف فليحلف بالله أو ليصمت وفي حديث ثاني الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فالشرك زي ما قال لك أخونا ديل زي ما قال لك أخونا الشرك يعني أنت تدي صفة الصفة دي تديها للمخلوق والصفة دي أصلا حق ربنا مثلا البدي جانبنا يا أخونا الله ربنا قال كاف ها يا عين صاد سورة مريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداءا خفية شوف ديل الأنبياء بنادوا الله قال ربي إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقية وإني خفت الموالية من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا ديل الأنبياء بيسأل ربنا ربنا يديم الجنة عرفتها؟ يعني أنت لو دير جنة تساعل ربنا قمت مشاهد للشيخ وقلت لها الشيخ تديني الجنة وما تديني الجنة أنت كده عشركت شنو؟ مع ربنا لأنه دي خصائص دي بتعطى ربنا الناس يعني بيسألو يقول لك يا أخيog الجماعة بيجو هنا بيتكلموا في الشيوق ويتكلموا ويتكلموا وصوفية كل ما نجن يتكلم بس في الصوفية يا أخوان Bharat يعني بكل صراحة بكل وضوح الصوفية يعني يعني لدين الإسلامي مش بهجاي والصوفية مش Начاله عكس الدين الإسلامي يعني اللي بد يجني الله الصوفية يقول لك لا شيخنا بد يجني دايما قال لك وماك نزاور يعني في قصيدة بتاع تجانة كم أدى ولد كباشي دي قصة طلبوراي كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عوقت كباشي الناس يعني لو من نجي نتكلم في الكلام ده الناس بتزعل يا أخوانا النازل كتبوا الكلام ده في كتب يعني مدحوا عديل مدايح في الإعلام أنا أسمعك مدحة المدحة بتاع تلكباشي تسمع عديل لشانتاني ما تجوت ما تقول النازل بيجوا هنا وبيجوتوا وبيقولوا والصوفية ما بعملوا كده انت أسمع اسمع بارك عم الدجال في كل رحل يربط ويحل كباشي كم كور ويحرام ليلنا في الفتح لقي في الكباشي كم كور ويحرام ليلنا في الفتح لقي في الكباشي كم كور ويحل كل رحل يربط ويحل كباشي فاحظر ويحل المعنى الذي يسم مخلط كباشي فاحظر ويحل كل بلد كم أد ولد كباشي سمعت؟ قال في كل بلد كم أد ولد كباشي البد الجنة مني يا أخوانا ربنا قال كافها يا عينصط ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذنا دا ربه ندان يا أخ دا رسول بيسأل ربنا الجنة إنت تمشي للشيخ تقول لها يا شيخ الدين الجنة فتلقى مخربة دين بتاع ربنا عشان كده من يجيك هنا بنوريك الشرك فالناس بتزعل لأسف واحد يزعل ويقول يا أخي الصوفية ما بقوله كده وما بعمله كده دا للصوفية دا الدين بتعم الله بدي الجنة يقول لك لا الشيخ بدي الجنة الله بعلم الغيب يقول لك لا الشيخ بعلم الغيب في مدائح كتير أنا ممكن أن أسمعك لا علم الغيب يقول لك منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر وربنا بيقول في الغرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله يا أخي البعلم الغيبة الله الصوفية يقول لك لا الشيخ بتاعنا بدي الجنة الشيخ بتاعنا بيقول للشيخ كون فيكون عنده له مكتوب في الكتب دي يقول لك بيقول للشيخ كون فيكون فدي الصوفية عشان كده احنا بنحزلك في واحد جاء قام قال انتو بتتكلموا في فرائد الصلاة وفرائد الوضو وكده لا انحنا انت حس حاليا لو مثلا في واحد قام وضربه ضربه في رأسه ويصبه ويتقطع والدلل للطبيب الطبيب بيبدأ باشنه بيبدأ بالرأس ولا ما كده فعشان كده احنا بنجيك للأساس اللي هو التوحيد يعني انت لو صليت وصمت وزكيت وحجيت ويتم ام واحد انت ما عندك حاجة ربنا قال ولقد وحي اليك للرسول صلى الله عليه وسلم ولقد وحي اليك وإلى الذين من غبلك لئن أشرقت ليحبطن عملك لا عندك صلاة لا صيام لا زكاة لا حج لا عمر ما عندك ليه لا انت اشركت بي الله ربنا بيحبط العمل ربنا قال في سرطة الكهف قل هل ننبيكم بالأخسرين أعماله يعني انت بتصلي الصلاة عمال صالح بالصوم الصيام عمال صالح قل هل ننبيكم بالأخسرين أعمال الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحصنون صنع أن واحد يصلي ويصوم ويزكي ويتلقاه بنادي الله لكن بجاء بنادي الشيخ ده الشريك أنت ساويت ساويت الشيخ ده مع ربنا سبحانه وتعالى ده الشريك بكل بساطة يعني في صحابي في واحد جاء قال للرسول الله سلم ما شاء الله وشئت يا رسول الله الرسول الله سلم قال ليه أجعلتني لله ندة قل ما شاء الله وحده عرفتها؟ ربنا قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يعني ربنا قال إلا يعني في نفي وإزبات زي لا إله إلا الله يعني ربنا نابين قال لا إله نفى الآلهة دي كلها إلا الله أثبت الألوهية لربنا بس بنزل المطر الله التوحيد هو إفراد الله بالعبادة يعني أنت تفرض ربنا بالعبادة وبالخلق الخالق الله الرازق الله دي الناس أبو جهل مشتركين فعك في الكلام ده يعني أنت لو قلت الخالق الله والرازق الله أبو جهل زاده لو قلت لله ده خلقك بقول لك ما خلقني الرزقك ما رزقني يقول لك الله ده بقرمني لأ الله بوصلني لأ الله عشان كده ربنا شركه في زمننا ده يعني زول يقول لك غير الله بيخلق عديل والناس أصدقوا وانحنا لأمين نجيهنا لقول لهم يا أخوانا قال لخالق الله بس غير الله ما بيخلق غير الله ما بدي الجنة الناس تزعل إنت المفترض تزعل من الزولة اللي بتكلم بيطعم في الله من دافع يا أخي بندافع لدين ربنا سبحانه وتعالى انت بتزعل لأميننا تزعل من الزولة اللي خرب الدين ولا ما كده يا أخوانا ربنا قال ولا عصري إن الإنسان اللي في خسرين إلا الذين آمنوا ربنا أثبت قال الناس الآمن دير الصفات بتاعتهم وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر ورسول الله عليه السلام قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكرين ده منكر حيشان كده بنجينا نهيك عن الشرك هيا نقول لك ما تشرك بيالله ما تنادي غير الله ما تقول بناديهم بناديهم في كل قضية بناديهم حيين ميتين بناديهم يعني حي بتناديهم ميت برضو بتناديهم بعد ما مات ما تخليهم يعني يناديهم حي وميت وربنا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم يا أخ تنادي الله بس ما تنادي غير الله انت لو بتزعل من كلام زيدي انت عندك حاجة في قلبك تمرضان لازم تتعارج عرفتها تسأل الله بس براو ما تأسأل غيره نهائيا دل تسأل تقول يا الله يا أخ ربنا قال ولله الأسماء والحسنة فادعوه بها ربنا عنده أسماء حسنة ربنا قال لك وقال ربكم ادعوني ربنا قال لك ناديني تبش تنادي غيره لأي أخ صوفية يقول لك عين فوق نادب زوق عين تحت نادب ميسك عين ورا نادب شرع عين يمين نادل صالحين عين شوف في كل الاتجاهات تنادي غير الله دل الصوفية بقول لك لكلامنا عشان كده الدين ماشي كده والصوفية ماشي كده احنا منيجي نحزلك من الصوفية ما تزهر ليه لانه دا يعني انت شوف يعني اقرب حاجة القباب دي يخ ربنا قال ولا يطوفوا بالبيت الحقيق الطوف في مكة هناك يخ دير تطوف وامشي تطوف في مكة تمشي تطوف في القبة تلقاه يمشي يطوف في الكعبة يركب من هنا طيارة يمشي يطوف في القعبة مجرد ما يجي من السعودية يمشي طوال الزريبة يمشي الكانيبة يمشي يطوف هناك تلقوا طاف في البيت وهم يجي يطوف في القبة برضو ده الشرك انت يا اخي ربنا قال لك تطوف هناك بس طائف يا جايمة لك دليلك شنو انك تطوف في القبة لو في دليل ورين عشان نطوف معك انت مادر لنا الخير ما تدعو للقبة ديلا وبتقدر فده شرك يا اخواننا شرك واضح الناس بتمشي القبة بتسأل الميت اسألوا النفع والضر قول الله دي نجينا هو ميت يسجلوا التراب يسفوه ده الشرك يا اخواننا ده الشرك بكل بساطة يعني احنا هنا ما تدوقع نجي في يوم من ايام نجي نتكلم ليه غير التوحيد ده ليه لانه ده يعني في زمننا ده بالذات لازم اي داعية لازم يدعو للتوحيد ليه لانه ده الشي البنجي ده الشي البصلح البلاد ربنا قال ولو ان اهل القرى امنوا شوف الهمان والحياة يامنوا بشنو تأمنوا بالله والحياة توحيد الله يعرفتها ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاتهم من السماء والله مش تقول ليه دولار عمل تزعة عشر والله شوفت لو احنا كلنا واحدنا ربنا بس كسرنا القباب وبقينا ما قلنا نادي غير الله وما بنعلق التمايم ربنا بنزل لينا البركات من السماء والارض اخوانا عرفتها لكن طول ما في جيرك ما تقول ليه الدولار عمل تلات عشر بعد شو يبقى اعمل اجرين اعمل تلاتين ليه لانه في جيرك عرفتها بعدين الدولار ده البنزل ربنا ما تمشي الامريكان بدأ جنوب انت الناس هل ستتوكل على الامريكان وليك والله الامريكان مما جونا والحمد الله والدولار وعملت لطاير الليل عمل تزعة عشر ما عملت حاجة انت عندك خلل في التوحيد واحد ربنا بس وحتى ربنا ربنا بيسر لك اي حاجة ما وحد ما ربنا بنكون لسة في زيادات وفي ضنق ربنا قال ومن اعرض عن ذكري فان له معيجة تنكى ونحشره يوم القيامة اعمى الاحاديث كتيرة والآيات كتيرة بتبعيل لنا لكن منه فينا اللي بتدبر العيات الواحد تلقاه يقرأ الغرآن تلقاه حافظ الغرآن لكن الغرآن بيسايد وهو بيسايد يعني اقرب حاجة يا ربنا قال لك ادعوني انا تمشي تمشي للشيخ وتلقاه حافظ الغرآن تلقى الشيخ دزازو درس الغرآن يقول لك وقال ربكم القاف دي من حروف القلقة يقول لك وقال ربكم ودعوني استجب لكم يحفظك لا عديل لكن هو مش نادين غير الله دير يقوم يا الصالحين يا واد بدر يا واد بدر بداع شنو يا اخ نادي الله يا اخ ما تنادي غير الله نهائيا انت بعد ما توحيت ربنا تمام بعد داقة احنا ممكن لجي نقول لك كيف تصلي كيف تصوم لكن طول ما هنا في شريك وفي ناس بينادوا غير الله في السوق ده وفي الجامعة ده فان احنا ما نوريك الا التوحيد بس لا احنا والله دير للك الحق دير للك الحق 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 لا يوجد نجاة لذلك انا طولت هذا وصلا اللهم اقدم اخونا ومازين